عارفين مديحة كاملة الجميلة البسكوتة لكل اللي بيشوفها كان بيعجب بيها عارفين ماتت ازاي عارفين من الفنانة اللي عملت ليها السحر الاسود ولقاء مع الله في رمضان وما وجدوه داخل دولبها بعد وفاتها ابكى وادهش الجميع حرفيا هنعرف معلومات ولحظت وفاتها كانت عاملة ازاي الفنانة الجميلة مديحة كاملة رحمة الله عليها هقولكم ازاي بنتها كمان يوم وفاتها حست ان والدتها خلاص هو ده حسن الختام لها مرتضى منصور بيعترف اعتراف خطير جدا جدا عن مين اللي عمل لها سحر اسود يا ترى في للدرجة دي في قلوب سودة كده في ناس بتحب الازية بالشكل ده اتهموها في حاجات كتير للأسف ولكن ربنا برقها يعني جات التبرئة من السماء هقولكم كل حاجة عن الجميلة مديحة كامل عايز اقولكم عارفين يعني ايه حسن الختام موعد مع الله بعد صلاة الفجر في طبعا عشرة ابريل 1992 هي كانت بتعمل فيلم لكن في وسط الفيلم او في نهاية الفيلم قالت انا مش هكمل فقالوا لها ازاي ما تكمليش الفيلم لدرجة ان هم استعانوا بدوبليرة علشان تكمل الفيلم فيلم الصعود الى الهاوية عارفين الفنانة الجميلة دي لما عملت الفيلم اللي يقال ان هي او مش هي كان فيلم خارج جدا جدا وتم عرضه خارج مصر وقالوا ان هي ولكن حسين فاهمي قال لأ دا كانت فنانة شبهها جدا جدا هي اللي عملت الفيلم ده مديحة كامل اربع رمضان بنتها قالت انا شفت امي اكناها عندها عشرين سنة عملت لنا الصحور واقعدنا مع بعض قعدنا نتكلم ايه اللي هيتعامل في الفطار لكن هي قالت اعملوا اللي تحبوه افتروا اللي انتو عايزينه وما حدش ركز انها ما قالتش هنفطر ايه او ما جمعتش نفسها في الكلام اتودت وقالت لجوز بنتها ياريت تصلي بينا كماعة يمكن تكون دي اخر صلالية هو الناس اللي بتوفى في رمضان احسن مني ما يمكن ربنا يشاء واموت في رمضان فضلوا يهزروا يتحكوا وقعدوا يتكلموا عن رحمة ربنا وهي تقول رحمة ربنا كبيرة اوي اوي المفروض انها دايما لما بتنام صلت الفجر وناموا فبتصحى قبل صلاة الدهر بشوية تصلي السنة وتقعد شوية لكنها في اليوم ده ما صحيتش بنتها خبطت الباب عليها لقيتها زي الملاك مبتسمها بشكل يشرح القلب فضلوا يفوقوها طبعا ما فقتش اخدوها بالاسعاف للمشتشفى فالدكتور قال انها خلاص توفت الفنانة الجميلة لو تصدقوا هي لقي وإيه في دولابها بعد ما اندفنت بنتها طبعا بتاخد الهدوم بتاعتها اللي هي قالت ان اي هدوم انا ما استلت بيها بلاش تطلعيها لا احرقيها وهدومي التانية اللي كنت محجبة فيها وزعيها لأي حد محتاجها بنتها وهي بتعمل كده وجدت في الدولاب بتاعها حاجات كتيرة جدا كتب صغيرة كتير جدا جدا يعني كانت كتب في المصحف عاملة مصحف صغيرة خالص او ملخصات صغيرة وكتب عليهم ان دي هتبقى صدقة جريالية لو ربنا اخذني في رمضان خصوصا في رمضان وهحس ان ربنا كان راضي عني جدا جدا بنتها قالت فضلنا نوزع الحاجات اللي هي عملتها بنفسها قبل ما تموت للأسف لما في سنة 1996 جالها نزيف رحت لكذا دكتور وفضلت تتنقل من دكتور لدكتور لكن لما تكاتر في مصر قالولها لأ ما فيش حاجة انت ما عندكيش حاجة سفرت برا مصر علشان تشوف في ايه وبرضو قالولها انت كويسة ما فيكيش اي حاجة لكن قالوا انها في مرة وجدوا تحت سجادة محطوطة حاجة عاملة زي المربع قالوا ان ده كان سحر يعني هو يقال ان ده كان سحر ليها ولقيت حاجة متخيطة بالقماش ومحطوط عليها الصورة بتاعتها ومتخرامة كتير وعند المنطقة الحساسة معمول نقط حمر كتير اوي اوي طبعا لما راحت وقالت ايه ده هو في ايه قالوا ان ده كان سحر اسود انها يجي لها نزيف على طول ويفضل معاها وبالفعل يا جماعة فضل معاها اكتر من عشر سنين ومرتضى منصور طلع في احد البرامج مع راغضة شالهوب لو عايزين تتأكدوا واتكلم عن الموضوع ده بالتحديد وقال قال مع راغضة ان فيه ناس بتقول والله اعلم هو اولها نون الحرف بتاعها نون فنانة وبعد كده طلعت ناس كتير حاولت تقول لا ده ناتيا الجندي وناس تقولك نبيلة اعباد بس هما مكنوش بيتجمعوا فيه اعمال كتيرة الميزة اللي كانت في الفنانة مديحة كامل كانت دايما فتحة بيتها ناس تشوفها ميزة وناس ثانية تقول عليها عيب دايما فتحة بابها للناس كلها عايز اقولكم ان الورقة دي كان مكتوب عليها يسري فيها الدم كما يسري الماء الجاري متخيلين كمية السواد والحقد اللي ممكن بعض البشر يعملوه في اي حد في فترة لما انتشر كده فيلم خارج او فيلم اباحي قالوا ان معقولة الشبه الكبير ما بين مديحة كامل وما بين اللي بتعمل الفيلم ده حسن فاهمي قال انا كنت برا مصر وشفت اللي الشبه ده كتير جدا وفيه واحدة شبهة قوي وفعلا ممثلة لكن مش هي مديحة كامل جدع وكريمة جدا جدا بيتها مفتوح للجميع على طول وبتعطف على الفقرة والمساكين والمحتاجين على طول كانت بتعاني من حاجة دايما دايما هي معانتها في حياتها ودايما بتقول انا قلبي مقبوض انا حسن في حاجة هتحصل هي توفت 13 يناير تولدت 13 يناير بعتذر اتولدت طبعا يوم 3 اغسطس 1948 هي من الاسكندرية معروفة بجمالها الغير طبيعي طبعا هي توفت 13 يناير 1997 يقال انها توفت بسرطان الرحم لكن بنتها قالت لا ما جلهاش السرطان طبعا بنتها الوحيدة اسمها ميريهان محمود طبعا بنتها دي شفناها طلعت في كذا برنامج انسانة محجبة وهدية وجميلة لابعد الحدود سابت الاسكندرية سنة 62 ودخلت كلية الاداب عين شمس وبعد كده اشتغلت عارضة ازياء كانت جميلة والستايل بتاع لبسها وجمالها كان طبيعي وحلو قوي وهي في القاهرة بقى الجميع كان بيتلاها فعاليها وكان الكل عايزها تشتغل معاه اشتغلت عارضة ازياء ومن بعدها عملت فيلم اسمه الفتاة الشازة اشتغلت فيه موديل مع احمد رمزي وشيوكار الكلام ده كانت سنة 64 من بعدها اشتغلت كتير جدا عدد الافلام اللي عملتها حوالي 142 فيلم اعتقد والله اعلم ان من امتع افلامها هو الصعود الى الهاوية لو حضراتكم بتحبوا لها فيلم تاني ياريت تقوله في التحليقات الفيلم ده الصعود الى الهاوية كان مع محمود ياسين وكمان مع نجلاء فتحي اخر فيلم ليها كان بوابة ابليس 1993 هي اتجوزت تلات مرات المرة الاولى اتجوزت اول زواج ليها كان من محمود الريس بنتها الوحيدة مريهان هم اتطلقوا لانه هو ما كانش حيث هتكمل في شغلها التانية الثيجة التانية كانت من مخرج شريف حمودة والزيجة التالتة من محامي ربنا يترحمها طبعا ويغفر لها انسانة جميلة وبيتها كانت من اروع المعاني اللي ممكن تتشاف في الوسط الفني يعتبر هي والفنانة شادية رحمة الله عليهم تذكروها لو سمحتم بالدعاء انا بشكركم سلام ترجمة نانسي قنقر